خلاص بقيه كابتن تاني يا حبيبي انا عندي مشاكل دلوقتي طب انت دلوقتي مادش بقرة لو خسر. اه. طب بقر كانت تناحمد عبد المقصود. وحسين ياسر هما المديرين فننا. انا كنا عندي مسيكو حسين ياسر. مع كل احترام طبعا الاحمد ده معصود والكلام ده. انا كن ما يسير. هقول لك على حاج ده حطين تشكيل احسن من التشكيل اللي كان بحط الراجل اللي هو مش. والله حطين تشكيل كويس قوي. يعني طب فين الكلام ده طب الراجل كان فين يعني الراجل كان مغيب عن اللعيب طب انا اقول لك على حاج بس انا يعني انت لو قصرت بكرا ايه لا يحصل المشاكل هتزيد وبعد كده تقول مفيش لعيبة والصفقات والمدربين وهتنسى قال اسمين هتنسى الراجل اللي مش اللي هو اصلا سبب البلوي اللي هي والمشاكل اللي حصلت لناتزة مالك دي كلها من يوم ماتش السوبر السعودي لغاية النهاردة وعاز اقول لك على حاجة هو ماشي والناتزة مالك الكام السادس الخامس يعني مش مربع الزهبي وده الكلام اللي انا كنت بقول عليه السنة اللي فاته عليك نظرة بس ما مش الله عليك انا قلت بص البطولات هو طبعا فرحانين كل جمالي زمالك خدنا الدوري السنة اللي فاته والكاس والكلام ده بس يكفي جمهور الكاتب برضو هو ماشي قاعد واشكروه راجل تنازل عن مبلغ كبير في حب نادي الزمالك راجل السنة فاته كان جاب دوري يعني عنده برضو حاجات خارجة هو لو راجل يعني بيحب نادي الزمالك وجمير نادي الزمالك امشي عادي ده انا مفروض اتفع فلوس لاني انا سبتوله مخراب مستعجل انا مخراجهم من خمس بطولات يا فاروق انا بجلالي تقدري البروف البروفيسير اللي الدنيا كلها بتكلم عليها لو انا بجد تحقق نادي الزمالك والله اتفع فلوس قالوا مخدوا مئة الف دولار مقابل الخمس بطولات اللي انا طايا 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 منكو انما هو ماشي واخد مئتين الف دولار بتقول لي اتنازل عنا يا راجل حرام عليك يا راجل والله هل ممكن نزم عليك فترة دا يعني اتغير فيه شيء عايز اتغير فيه شيء لازم حاجات كتيرة تتغير من فوق لتحت ابني بقى ابني يعني هات الراجل المناسب في المكان المناسب وانا دايما بقولها انت خلاص انت دلوقتي مثلا كل الاحترام لامير واحمد في موضوع الصلاة وموضوع الكرة انا لو من امير لازم قديم استعالك تغيير اداري قصدك كابتن كابتن طبعا طبعا واجب بقى ناس يعني شغلتها دي واغدالك انا ممش صاعة ده رقم واحد في الاصلاح وعشان ان انت تبقى افضل رئيس نادي من وجهة نظر دلوقتي بعد الاخفاق اللي حصل دا ايه بقى دولادك هتبقى احسن رئيس نادي بس سهات الراجل المناسب بقى في المكان المناسب تمام